تستمر إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالعمل بكل جهد لدعم القرارات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا من خلال تنفيذ الحملات الرقابية وتعوية لتعزيز التطبيق الفاعل للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا مسؤولية كبيرة مناطة إلى فريق عمل إدارة التفتيش الذي يعمل لساعات متأخرة في الليل لتلبية الواجب من خلال تغطية المحلات من قبل فرق الرقابة الدورية إضافة إلى إرشاد أصحاب المحلات لتصحيح أوضاعهم وتنوعت القضاعات التي يتم التفتيش عليها واستهدافها للرقابة وفقا لمتطلبات المرحلة المختلفة من الرقابة حيث أنجزت الإدارة أكثر من 9000 زيارة تفتيشية ميدانية تتعلق بالجائحة منذ بدايتها في العام الماضي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسب كل قرار نجتمع كفريق نضع الخطة وين سنغطي هل بمفردنا هل مع جهات أخرى دائما نحن يمكن أن نقلل التفتيش الدوري إذا حسنا أنه في أولوية حق العمل إلى الإجراءات الاحترازية الجديدة المستجدة فرق التفتيش إضافة إلى العمل الرقابي أخذت على عاتقها نشر ثقافة الاحترازات الوقائية في مختلف الأنشطة التجارية فقد قامت الإدارة بعدد من الحملات المشتركة لرصد البائعة الجائلين بهدف الحد من المخالفات المتكررة التي يمارسونها بعدم التزامهم طبعا أهدف الإدارة سواء كان في فترة الجائحة أو حتى قبل يعني قبل لا تصير هذه الجائحة دائما إحنا دورنا كإدارة التفتيش هو الرقابة من أجل أن نساعد الشارع التجاري أن يكون ملتزم أن تكون العملية التبادل التجاري في مملكة البحرين تكون وفقا للقوانين تجارة عادلة تنافسكم فيها شريف ولله الحمد يعني بحسب المؤشرات والأرقام التي نشوفها هنا فيه الالتزام أكثر من المخالفات قمنا بما يقارب 25 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية وأيضا قمنا بحملات خاصة في الوزارة حسب متطلبات كل مرحلة بالإضافة إلى ذلك أن موظفينا ولله الحمد لا زالوا يوميا منذ بدء الجاحة عندنا زيارات تفتيشية استطلاعية منها لرصد المخالفات ومنها لتنبيه وإرشاد أصحاب المحلات التجارية والزبائن أي سؤال عندهم ممكن أن يسئلوا إياه الرقابة المكثفة أتت تأكيدا على سيريان العمل بالإجراءات الاحترازية في المنشآت الصناعية والتجارية بالشكل المناسب حيث تواكب إدارة التفتيش المتغيرات والمستجدات على كافة الأصعدة وينعكس ذلك في عملياتها التفتيشية حيث تتغير بعض أو كل خطط التفتيش الميدانية الدورية المجدولة إلى حملات تفتيشية لأنشطة محددة أو إلى أدوار جديدة بشكل كامل كما حدث مع الظرف الاستثنائي لفيروس كورونا حيث عملت الإدارة على مضاعفة جهودها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من فريق البحرين تفتيش وتوعية وتثقيف وعمل دؤوب تقوم به الإدارة العامة للتفتيش بالتعاون مع عدد من الوزرات تأكيدا على روح الفريق الواحد للوصول إلى بر السلامة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين